بسم الله الرحمن الرحيم بتنقسم لقسمين في التقسيم القديم اللي هو المملكة النباتية والمملكة الحيوانية وبعد تطور أجهزة الفحص والتشريح قسموا الكائنات الحية إلى قسمين اللي هي قسم مملكة البدائيات أو بقولوا عليها كينجي ضم منيرة أو بقولوا عليها قسم الكائنات غير حقيقية النواة وقلنا بتشمل البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة أو بقولوا عليها سيانو وبكتيريا والنوع التاني أو القسم التاني اللي هو قسم حقيقية النواة أو إيو كاريوتس وقلنا دي بتشمل قسم مملكة البدائيات ومملكة الطلاقيات والصراخص والفطريات ومملكة النبات ومملكة الحيوان وبعد كده جه العالم بولدو وانشأ التصنيف الحديث للكائنات الحية وقسم الكائنات الحية إلى فوق مملكتين فوق مملكة الكائنات الحية بداية النواة وقال دي بتشمل البكتيريا وبتشمل الطحالب الخضراء المزرقة وفوق مملكة حقيقية النواة وقال بتشمل ثلاث ممالك اللي هي مملكة النبات اللي هي بتشمل الحززيات والصراخص ومعارات البزور ومغطات البزور اللي هي بتشمل نباتات زوات الفلقة الواحدة ونباتات زوات الفلقتين وبعد كده مملكة الفطريات وقسمها لثلاث أقسام قسم الفطريات اللازجة وقسم الفطريات ذات الأصوات وعديمة الأصوات وبعد كده مملكة الحيوان وبتشمل كل الكائنات اللي بتتبع المملكة الحيوانية او اللي بتكون جسمها من الخلية الحيوانية واخدنا بعد كده نظرية الخلية وقلنا ان الخلية هي واحدة بناء الكائن الحي وان الخلية بتكون بجميع الوظائف الحيوية بالنسبة للكائن الحي وبعد كده خدنا مظاهر الحياة اللي هي التغذية والاخراج والتنفس والنمو والتقاصر وبعد كده خدنا الخلية النباتية وقلنا ان الخلية النباتية بتتكون من مجموعة من المكونات مكونات حية ومكونات غير حية واخدنا المكونات الحية وقلنا بتشمل النواوي السيتوبلازم والميتوكنديريا والبلسيدات الخضراء والليسوسومات وكل دي بتبقى مكونات حية موجودة في الخلية والمكونات الغير حية اللي هي حبيبات التخزين وجدار الخلوي والفجوات العصرية وكل دي بتبقى مكونات غير حية واللبن النباتي والصبغات كل دي بتبقى مكونات غير حية موجودة في الخلية النباتية وبعد كده تطرقنا الى الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية وبعد كده اديتكم الاسبوع اللي فات الانسجة النباتية وقلنا انه الناسيج بيبقى مجموعة من الخلية بتكون لها صفات مشتركة متشابهة في التركيب وتعدي وظيفة معينة داخل الخلية قلتلكوا الانسجة بتنقسم لقسمين انسجة انشائية أو بنقول عليها مرستيمية وانسجة مستديمة الانسجة الانشائية أو المرستيمية قلتلكوا ان هي بتبقى في منها نوع ابتدائي اللي هو منشئ البشرة ومنشئ القشرة ومنشئ الاستوانة الوعائية ومنشئ القلونسوة وبعد كده اللي هو النسج السنوي أو المرستيمي السنوي والانسجة المستديمة الانسجة المستديمة في منها نوعين فيه انسجة مركبة وفيه انسجة بسيطة الانسجة البسيطة زي ما احنا خدنا الانسجة البرانشيمي والكلانشيمي والاسكالارانشيمي والانسجة الافرازي والانسجة المركبة قلنا بتشمل اوعية الخشب واوعية اللحاء وقلت لكم تركيب كل نسيج ووظائف كل نسيج واخر حاجة خدناها في الحلقة اللي فاتت اللي هو الحزم الوعية وقلنا الحزم الوعية فيه منها حزم قطرية دي بتبقى موجودة في الجزر وفيه حزم جانبية بتبقى موجودة في الساق والاوراق وقلنا الجانبية بتبقى مفتوحة ومغلقة وزاتها لوحائل وبعد كده قلت لكم تركيب الميكروسكوب الضوء العادي قلنا بينقسم لقسمين أقسام بصرية وأقسام آلية أو بنقول عليها ميكانيكية وبيستخدم في فحص الكائنات الحية الدقيقة والشرائح النباتية والشرائح الحيوانية وبعد كده خدنا الميكروسكوب الإلكتروني قلنا بيعتمد على قوة الإلكترونات والقوة الكهرومغناطسية في الفحص وقلنا ده تكبيره قد يصل إلى 100 ألف مرة أو 500 ألف مرة أو أحيانا مليون مرة قدر رؤية العين وبعد كده خدنا خطوات تحضير شريحة محملة للفحص وإزاي نفحصها تحت الميكروسكوب هناخد النهاردة عزاء الطلبة والطالبات تاني حلقات مادة البيولوجي المكررة على الصف الأول وإحنا هنتطرق النهاردة لجزء الثاني من مادة البيولوجي اللي هو قسم أو جزء الحيوان وتعالوا بينا نبدأ حلقة النهاردة ونشوف بيشمل إيه قسم الحيوان علم الحيوان لتعريف تعالوا بينا نشوفه مع بعض هو العلم اللي بيختص بدراسة الحيوانات من ناحية إيه؟ من ناحية البناء العام لأجسامها ووظائف أعضاءها وعاداتها ودورات الحياة ووسائل معيشاتها ونظم حياتها وبئاتها وعلاقتها ببعضها البعض ونظم انتقال الصفات الوراثية عبر الأجيال المتعاقبة وتقسمها علمياً والنواحي المختلفة لأنشطتها وكل المظاهر اللي بتتعلق بالحيوان ليه إحنا بندرس بقى علم الحيوان؟ في أهمية لدراسة علم الحيوان أول حاجة الانفجار السكاني على سطح الأرض أدى إلى النقص النسبي في مصادر الغذاء والطاقة اتنين تزايد الآفات ضد الإنسان ومستلزمات حياته واللجوء إلى الوسائل الكيموية وغيرها في مكافحة الآفات أدى إلى هدم النظام البيئي وإحداث خلل في التوازن الطبيعي بين الكائنات الحية بين الآفات وعاداتها الحيوية وبعد كده البحث عن حلول لهذه المشكلات لازم أن نتطرق إلى دراسة متخصصة يكون أساسها علم الحيوان مظاهر الحياة الحياة عبارة عن ظاهرة تتميز بعدة خصائص إذا فقد الكائن الحي هذه الخصائص أصبح كائن فاقد للحياة واعتبر بذلك كائن ما يتأول هذه المظاهر الحركة تعرفين أن الحركة في الكائنات الحية الحيوانية بتبقى حركة غير محدودة بعكس النبات زي ما خدنا في الحلقة اللي فاتت الحركة في النبات بتبقى حركة محدودة نظراً لارتباط النبات بالتربة اللي بينمو فيها بينما الحيوان له القدرة أنه يتنقل من مكان إلى آخر عمليات التحاول الغذائي اللي احنا بنقول عليها الأيض اللي هي بتشمل عمليات التمسيق الهضم والتمسيل الغذاء وبعد كده تمسيل الغذاء بيشمل عمليتين اللي هو الهدم والبناء اللي احنا بنقول عليها أنابيليزم وكاتابليزم وبعد كده النمو يعني الكائن الحي بيزداد في الحجم وبيزداد في الطول والوزن وكل الأعضاء بتاعت جسمه بتنمو بعد كده التنفس وانتوا عارفينوا أن التنفس معناها أنه الكائن الحي بيحصل على الأكسوجين وبيتخلص من نواتج عملية الاحتراق اللي هي نواتج التنفس في عملية الزفير اللي احنا بنقول عليها إخراج سانيوكسيدي للكربون الإخراج عندنا الإخراج بيشمل التخلص من نواتج التنفس زي ما نقول لكم دلوقتي وأيضا التخلص من المراكبات أو النواتج النيتروجينية في عملية التبول وأيضا نواتج عملية الهضم الحساسية والاستجابة للمؤثرات الاستجابة للمؤثرات قد يكون استجابة لمؤثر خارجي زي الحرارة والضوء وكل المؤثرات والبرد وكل الحاجات اللي احنا بنتعرض لها من الخارج ونحس بها من خارج جسم الكائن الحي وأيضا فيه مؤثرات بتبقى داخلية زي الديوع والعطش وكل الحاجات اللي كان الحي بيه يحتاج ان هو يشعر بها التكاثر والتكاثر يا ولاد عندنا بيشمل نوعين من أنواع التكاثر سواء كان تكاثر لا جنسي يعني فرد واحد بيقوم بعملية التكاثر زي وده بتحدث فيه الخلايا الكائنات الحية الدقيقة زي الخميرة زي الأوليات عموما والنوع التاني اللي هو التكاثر الجنسي وده بيشمل وجود فردين مختلفين زكر وأنسة للقيام بعملية التزاوج ثم انتاج كائن جديد أو بنقول عليه جنين أو بنقول عليه الزيجوت الشكل والحجم كل حيوان بيبقى له شكل وحجم معين بياخد الشكل المعين الخاص به والحجم اللي بيوصل له معنى انه الكائن الحي وصل للحجم المعين معناها انه ده بينمو على قيد الحياة ولسه مظاهر الحياة موجودة فيه بعد كده التعضي يعني تعضي يعني جسم الكائن الحي بيبقى مكون من خلايا والخلايا بتشترك مع بعضها وبتكون لي ما يسمى بالنسيج أو بنقول عليه التيشو والعنسيجة بتشترك مع بعضها وبتكون الأعضاء والأعضاء بعد كده بتكون أجهزة والأجهزة بتكون جسم الكائن ليه الحي مادة الحياة بنقول عليها البروتوبلازم والبروتوبلازم ده المادة الحية بتتكون منها جسام دميع الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية وهي قوام الحياة للكائن الحي بيحتوي بالإضافة إلى المادة الحية على مواد مختلفة بتبقى غير حية وبتكونها زي مثل الماء والأملاح المعدنية ومركبات عضوية عديدة بواجه عام بيتركب البروتوبلازم من المواد العضوية والمواد الغير عضوية هناخد اول حاجة المواد العضوية والمواد العضوية دي بتمثل حوالي من 9 الى 10% من وزن البروتوبلازم وبعد كده عنصر الكربون بيكون هو العنصر المكون الاساسي للمادة العضوية الحية هناخد منها اول حاجة المواد الكربوهيدراتية المواد الكربوهدراتية بتتكون من عنصر الكربون والهايدروجين والأكسجين والعنصر الهايدروجين والأكسجين بيتواجدوا في المواد الكربوهدراتية بنفس نسبة وجودهم في الماء وهي 2 إلى 1 وتشمل السكريات الوحدية والسكريات السنائية والسكريات العديدة وبتلعب دور هام في انتاج الطاقة المواد الدهنية أو بنقول على الليبيدات دي بتشمل الزيوت والأحماض الدهنية والجليسرين وبتنتد كمية كبيرة من الحرارة بالنسبة للكائن الحي البروتينات بتتكون من الأحماض الأمنية اللي بتشترك مع بعضيها أو بترتبط مع بعضيها في سلسلة عديد الببطايد وبتكون لي البروتين وبتدخل فيه بناء الخلايا لجسم الكائن الحي وتركيب العضلات والشعر والعظام وبتكون الدم أيضا بعد كده هناخد الأحماض النووية والأحماض النووية يعني موجودة في نواة خليط الكائن الحي وأنا عندي نوعين ياولاد من الأحماض النووية النوع الأول بنقول عليه الدي اكسي ريبوز أو بنقول عليه اختصارا الدي اني ايه والنوع التاني اللي هو اكسي ريبوز بنقول عليه الار اني ايه وبتلعب هذه الأحماض دور أساسي في تخليق البروتينات انتوا عارفين طبعا انه البروتين بياخد الشفرة الوراثية من الخلية وبيبدأ بناءه على الشبكة الاندوبلازمية الخشنة الموجودة عليها ريبوزومات وانتوا عارفين انه الار انيه اللي هو دور أساسي هو ودين ايه في تخليق البروتين ونقل الصفات الوراثية عبر الأجيال اللي هي المتعاقبة هناخد تاني حاجة بقى المواد الغير عضوية بتشمل ايه املح بقى الكاليسيوم والسوديوم والبوتاسيوم وهي لها أهمية فسيولوجية في المساعدة على أداء الوظافة الحيوية للخلايا وبتستخدم او بيكون لها دور في خاصية النفازية الاختيارية للأغشية الخلوية والانقباضات العضلية ونباضات ايه القلب الماء طبعا عارفين الآية القرآنية واجعلنا من الماء كل شيء حي بيمثل حوالي 80 الى 96% من البروتوبلازم الكان الحي وبيشكل نسبة كبيرة من الدم والليمفو وبيعمل كمزيب للمواد بالاضافة الى المساعدة في الانشطة الحيوية المختلفة هناخد بقى الاهمية البيولوجية للماء اول حاجة عندنا الزابط المواد المعدنية وكثير من المراكبات العضوية المساعدة على تأيين الاملاح الموجودة في البروتوبلازم وقاية الكائن الحي من الجفاف وتنظيم حرارة جسم الكائن الحي وازابة المواد التالفة الاخراجية والتخلص منها في صورة البول او العرق تعالوا بنا ناخد تركيب خلية الكائن الحي الخلية الحيوانية اولاد زي ما انا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت بتختلف عن الخلية النباتية في اشياء دي في مكونات موجودة في الخلية النباتية مش موجودة في الخلية الحيوانية والعكس ايه صحيح اول حاجة من المكونات اللي هو الجدار الخلوي الجدار الخلوي مش موجود او مش متواجد في الخلية الحيوانية وبناء عليه بيستعاد عنه بحاجة بنقول عليها الغشاء البلازمي تعالوا بنا ناخد بقى تركيب الخلية الحيوانية تتركب الخلية من كتلة بروتوبلازمية تتميز الى نواة بيحيط بها السيتوبلازم الذي يحده من الخارج غشاء البلازمي فاننا نجد ان هناك اختلافا بينا في شكلها وبناءها تبعا لاماكن توجدها في جسم الكائن الحي والوظيفة التي تؤديها ودي صورة بتباين لكم تركيب الخلية الحيوانية زي ما انتم شايفين غشاء البلازمي وبعد كده السيتوبلازم وبعدين الميتوكندريا والنواة والنواية والحواصلات وجهاز جولوجي وريبوس ومات وفي عندنا النواة في منتصف الخلية والشبكة الاندوبلازمية وانا قلت لكم فيه منها نوعين نوع خيشن ونوع بيبقى ناعم او املس تعالوا بقى ناخد التراكيب غشاء الخلية بيحط بالخلية من الخارج وهو سلاسة طبقات وليه دور كبير او بيتكون في النفذية الاخترية وبيتكون من البروتين والليبيدات والتاني حاجة السيتوبلازم والسيتوبلازم بيحتوي على الشبكة الاندوبلازمية التي بيوجد عليها رايبوسومات زي ما قلت لكم من شوية وبتبقى لها دور فعال في تخليق البروتين بعد كده السيتوبلازم بيحتوي عليها بيحتوي على الاجسام المركزية او بنقول عليها السنترو مير والاجسام المركزية بتبقى عبارة عن حبيبات بتبقى بجوار نواة الخلية ودي بتشتد عليها او بتنتظم عليها خيوط المغزل وبيبقى لها دور مهم جدا في عملية الانقسام الخلوي بعد كده الاجسام السباحية او بنقول عليها الميتوكنديريا بتبقى اجسام مستوانية بتحدث فيها عمليات الاجسادة والاختزال داخل الخلية ووظيفتها الاساسية انتاج الطاقة او المسؤولة عن انتاج جزئيات الـ ATB المسؤولة عن انتاج الطاقة في الخلية وبعد كده اجسام او جهاز زولجي وهي بتبقى عبارة عن شكل او جسم مكون من مجموعة من الحبيبات منتشرة في الخلية الحيوانية بتبقى على شكل خيوط متشابكة او عصي بترتكز حول الجسم المركزي وظيفة بقى تعالوا ناخد وظيفة جهاز جولجي وظيفته بيبقى ليه علاقة بالنشاط الافرازي وتنظيم العمليات الحيوية داخل السيتوبلازم وبيتساعد في عملية تحليل البروتين بالخلايا المكون الرابع اللي بعد كده اللي بنقول عليه الليزوسومات دي بتبقى عبارة عن اجسام صغيرة تتركب كيمويا برضو من مواد ليبوبروتينية يعني لبيدات وبروتينات بتحتوي بداخلها على عدد من الانزيمات وهي بيبقالها دور هام وفعال جدا في عملات الايد الغذائي وبتلعب دور هام في التخلص من بعض محتويات الخلية في ظروف معينة الظروف المعينة اللي هي بعد موت الخلية هي اللي بتعمل على تحليل مركبات او مكونات الخلية سواء كان بروتينات او كربوهادرات او دهون عن طريق افراز بعض الانزيمات زي انزيم اللايبيز او انزيم البروتينيز بعد كده هناخد بقى المكونات الغير حية اللي موجودة في البروتوبلازم اللي احنا بنقول عليها الميتابلازم بتشمل ايه؟ بتشمل لولاد حبيبات التخزين زي حبيبات النشا كنا هناك في النبات بنقول عليها في الخلية النباتية بنقول عليها حبيبات النشا هنا بنقول عليها النشا الحيواني او بنقول عليه الجلايكوجين ودي بتبقى عبارة عن سكر مخزن في العضلات وفي الكبد بتاعت الحيوان وحبيبات البروتين بتبقى مخزنة في صورة المح اللي موجود في البيت بعد كده حبيبات افرازية دي بتوجد في الخلايا الغدية اللي هي المسؤولة عن الافرازات المختلفة في جسم الكائن الحي الحيواني حبيبات صبغية بتبقى مسؤولة عن انتاج الصبغات واجسام نسل ودي بتبقى موجودة في الخلايا العصبية وبتبقى عبارة عن حبيبات صغيرة او صفاح مختلفة الاشكال والاحجام وتتكون من مواد بروتينية ومن حامض الريبوز النووي بالاضافة الى اثار من عنصر الحديد وهي بتبقى لها دور كبير جدا في اختزان الاكسوجين والطاقة لحين الحاجة اليها وخلي بالكوا انها بتبقى موجودة في الخلية العصبية الحواصلات دي بتبقى موجودة او مسؤولة عن تنظيم الضغط الاسموزي في جسم الكائن الحي الحيواني وخصوصا في الاوليات بنقول عليها الفجوات المنقبضة دي بتبقى مسؤولة عن تنظيم الضغط الاسموزي في اجسام البروتوزو اللفات عندي نوعين من اللفات اللفات عضلية زي اللي بتبقى موجودة في العضلات بتاعت جسم الكائن الحي الحيواني او اللفات العصبية ودي بتبقى موجودة في جهاز العصب البلاستيدات طبعا انا قلتلكوا المرة اللي فاتت انه البلاستيدات بتميز الخلية النباتية سواء كانت بلاستيدات ملونة او عديمة اللون او بلاستيدات خضراء هنا بقى في الحيوان بتبقى تكاد تكون معدومة الا في بعض الكائنات اللي هي بنقول عليها حلقة الوصل بين الكائنات الحي النباتية والكائنات الحي الحيوانية زي اه الحيوان اليوجلينة الخضراء النواة والنواة عبارة عن المايسترو بتاع الخلية الحيوانية تبقى عبارة عن جسم صغير بيبقى موجود في الغالبية العظمى من الخلية النباتية والحيوانية وقد تحتوي الخلية على نواتين زي الخلايا الكابدية او الغضروفية او ممكن تكون عديدة الانوية زي خلايا نخاعل العظام تتركب الخلية او النوات الخلية من الغشاء النووي والسائل النووي والنويات والنويات بتمقى مكان تخليق البروتين الخلوي وحامض الريبوز النووي بعد كده المكونات الاجسام الكروماتينية بتبقى عبارة عن اجسام بتوجد على شكل حبيبات دقيقة بهتة اللون وهي اجسام صغيرة زي داكنة الصبغة بتعرف بالشبكة الكروماتينية اسمها يا ولاد الشبكة الكروماتينية والشبكة الكروماتينية اثناء الانقسام او بيتكون منها الكروموسومات الكروموسوم بيبقى عبارة عن جزئين؟ كل جزء بنقول عليه كروماتيدة والكروماتيدة بتشترك مع بعضها او بتلتحمهم مع بعض في المنتصف عن طريق ما يسمى بالسنترومير والسنترومير دا بيبقى مسؤول عن ربط جزء كروماتيدة الكروموسوم والكروموسومات زي ما انتم عارفين بتحمل الجينات اللي بتبقى محمل عليها العامل الوراثية اللي بتنقلها الاباء الى الابناء وهكذا بعد كده هناخد مقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية وركزوا فيها كويس جدا لانه انتم ممكن تتعرضوا فيها في الامتحان قارن مع الرسم بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات الجدار الخلوي في الخلية الحيوانية مش موجود بينما في الخلية الحيوانية النباتية بيوجد جدار خلوي النواية بتكون اكبر في الخلية الحيوانية بينما في الخلية النباتية اصغر السيتوبلازم ايضا اكبر في الخلية الحيوانية واصغر في الخلية النباتية الفجرات العصرية عديدة وصغيرة الحجم في الخلية الحيوانية بينما بتكون كبيرة الحجم وعددها محدود او قليل في الخلية النباتية البلستادات الخضراء لا توجد في الخلية الحيوانية بينما بتوجد في الخلية النباتية الجسم المركزي اللي احنا بنقول عليه السنتروسوم بيوجد في الخلية الحيوانية بينما في الخلية النباتية لا يوجد سنتروسوم وهنا صورة بالشكل اهو بتفضح لكم الفرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية اللي على يمين دي الخلية النباتية واللي على شمال الشاشة الخلية الحيوانية هنا في الخلية النباتية فيه جدار خلوي محدد الشكل بينما هنا الخلية الحيوانية لها غشاء بلازمي هنا فيه فجوة عصرية هنا مفيش هنا فيه بلاستدات خضراء هنا مفيش الخلية النباتية مفهاش سنتروسوم تعالوا بقى ناخد الانقسام الخلوي الانقسام يا أولاد يبقى عبارة عن نوعين من أنواع الانقسام انقسام بنقول عليه انقسام مباشر وفيه النوع التاني بنقول عليه انقسام غير مباشر الانقسام المباشر اللي هو direct division او بنقول عليه انقسام المباشر ده بيحدث فيه الاوليات والكائنات بداية النواع عبارة عن ان الخلية بتنقسم وبتدي جزئين بتبقى خليتين بعد فترة من الفترات والظاهرة دي ايضا بتحدث فيه الحيوانات او الكائنات الراقية عندما تتعرض الخلية الى ما يسمى بمرض الكنسر او مرض السرطان الانقسام بقى الغير مباشر بيحدث في الكائنات الراقية عكس الانقسام الغير ايه مباشر وبيحدث بنظامين في انقسام بنقول عليه انقسام ميتوزي ده بيبقى في الخلية الجسمية والانقسام التاني اللي هو الميوزي او الاختزالي او المنصف ايا كان الاسم ده بيبقى موجود فيه اه الخلايا التناسلية هناخد اول حاجة لانقسام الميتوزي بيحدث في الخلية الجسمية للكائنا الحي وبتنتج عنه انقسام كل خلية خليتين متمثلتين للخلية الاصلية اللي هو بنقول عليه 2 نون او العدد الكروموسومات بيبقى متساوي للخلية اللي انقسم منها الخلية الاصلية بتمر الخلية قبل الانقسام الميتوزي بالطور البيني استعدادا لعملية الانقسام وبعدين بتمر بالاطوار المتتابعة اللي هو الطور التمهيدي والطور الاستوائي وبعد كده الطور الانفصالي واخر حاجة الطور النهائي وفي رسمة نجابها لكم بتوضح مراحل عملية الانقسام الميتوزي ادي الطور التمهيدي وبعدين الاستوائي وبعدين الانفصالي وفي النهاية خالص الخلية بتبقى اتنين ويحدث انقسام خلوي الانقسام الميوزي ده بيحدث في الخلية الجنسية زي ما اقول لكم من شوية لمسؤول عن انتاج جاميطات او بنقول عليها لامشاج مثل الحيوانات المنوية والبريضات وبتنتج عن انقسام الخلية جاميطات في كل منها نصف عدد الكروموسومات اللي احنا بنقول عليها نون التي توجد في الخلية الجسمية وده مثال جابه لكم لعملية تكوين الجاميطات في الانسان اللي هو بيتكون من ستة واربعين كروموسوم بعد كده بيتحول لتلاتة وعشرين في الجاميطات تعالوا بينا نتطرق بقى الجزئية مهمة جدا جدا اللي هو الانسجة الحيوانية احنا اخذنا الانسجة النباتية برضو جسم الكائن الحي الحيواني بيتكون من مجموعة من الخلايا والخلايا بتلتحم مع بعضها وبتكون ما يعرف بالتيشو او النسيج الحيواني والانسجة لها وظائف مختلفة تعالوا بينا نعرف تعريف النسيج الحيواني مجموعة من الخلايا بتتشابه في التركيب والوظيفة وبترتبط مع بعضها بمادة بنقول عليها المادة الخلاوية وتنتجها الخلايا ذاتها اول حاجة هناخدها اللي هي الانسجة الطلاقية الانسجة الطلاقية اولاد ده بيغطي السطح الكل لجسم الحيوان من الخارج ووظفته وقاية الخلايا وحمايتها من البكتيريا الضارة ومن الجفاف بتبطن ايضا التجويف التي توجد بداخل جسم الحيوان وتؤدي وظائف متعددة بحسب موقعها فقد تمتص الماء والغزاء وبتطرد الفضلات وقد تفرز المخاط لحفظ التجويف املس رطب وغير ذلك من الوظائف وبتوجد مبطنة للقناة الهضمية والحويصالات الهوائية في الرئاة اللي هنمنوعها على الشعب الهوائية والقناة الغدية خصائص بقى النسيج الحيواني وتعرفها كويس جدا لانه ممكن يقولك اذكر اعرف ان النسيج الطلاقي ثم اذكر خصائصه النسيج الطلاقي بيرتكز النسيج الطلاقي على غشاء قاعدي متجانس وغير خلوي مكون من الياف شبكية بتدعم النسيج وبتفصله عن الطبقة اللي يليه باول حاجة من خصائص النسيج الطلاقي بترتكز على غشاء ايه قاعدي اتنين خلاياها مترصة بجوار بعضها البعض ولا توجد مسافات بينية يبقى تاني حاجة لا توجد مسافات بينية المادة اللي بين خلوية اللي احنا بنقوله عليها الماتريكس المادة دي بتلصق الخلايا ببعضها اه بتكون مادة قليلة وكاد تكون اه معدومة بيخلو النسيج الطلاقي من الاوعية الدموية طب حدا يسألني يا دكتور يقول المال بتحصل على غزاها منين بتحصل على غزاها بطريقة الانتشار من الطبقات التي اه تليها اه بتتصف بعض خلايا النسيج بوجود زواد قصيرة على سطحها بتسمى بالاهداب ولها القدرة على الانقسام لتعويد خلايا التي تموت او تتلف اثناء اداء وظائفها المختلفة وحنقسم بقى الأنسجة الطلائية على حسب شكل الخلايا وترتبها ووظائف النسيج لعدة أقسام النوع الأول بنقول عليه النسيج الطلائي البسيط والنوع الثاني بنقول عليه النسيج الطلائي المركب بسيط يعني بتكون من طبقة واحدة مركب يعني من عدة طبقات والنوع الثالث والأخير اللي هو النوع الأنسجة الانتقالية ودي بتبقى موجودة فيه الأعضاء الحيوانية المرنة زي المسانة البولية والقنوات البولية هناخد اول حاجة النسيج الطلائي البسيط تتكون من طبقة واحدة وتنقسم الى عدة انواع على حسب شكل الخلية المتكونة هناخد اول نوع اللي هو النسيج الطلائي الحرشوفي بيبقى صف واحد من الخلية المتعددة الاضلاع غير منتظمة الشكل وليه نواية بيضوية وبتكون مركزية او لا مركزية بيوجد في الجهاز الدوري والحواصلات الهوائية ومحفظة بومان اللي بتبقى موجودة في الكلة والحنجرة الامامية للعين او الحجرة الامامية للعين وبطانة الخد واخشية المفاصل النسيج الطلائي المكعبي ده بيبقى صف من اسمه مكعبي يعني الخلية بتبقى مكعبة الشكل ومتساوية في الطول والعرض ولها نواية كروية الشكل في وسط الخلية وبتوجد في الغدد القنوية وغدد الدموع واللعاب والغدد الصماء زي الغدد درقية والى نبيب البولية للكلة النسيج الطلائي العمودي يعني الانسجة هتبقى او الخلايا بتاعت النسيج هتبقى عمودية الشكل وحيدة الصف وارتفاها اكبر من عرضها نواتها بتكون بيضوية بتقع قريبة من الغشاء القاعدة اللي هو اللي بترتكز عليه الخلايا وبتوجد في اماكن عمليات الافراز كالمعدة او في اماكن الامتصاص كالمعدة دقيقة ولها دور في عملية امتصاص المواد الغذائية وفي عملية الافراز النسيج الطلائي البسيط اللي هو العمود المهدب ده رابع نوع زي اللي فات بس بيبقى موجود عليه اهداب بتبقى متحركة بصورة منتظمة وليه نواة مستديرة بتقع بالكرب من الغشاء القاعدة تتواجد فين بقى في بطانة الرحم والمريق والرياتين والنسيج المبطن لتجويف الانف بعد كده خامس نوع اللي هي الانسيجة الطلائية المصففة الكاذبة بتتركب من نوعين من الخلايا ما هواش نوع واحد النوع الاول خلايا طويلة والنوع التاني بتبقى خلايا صغيرة ومخروطية الشكل بتظهر محصورة بين قواعد النوع الاول ويبتوجد في بطانة الغدة النكافية الخلايا الطلائية المصففة المهدبة بتشبه النوع السابق الا ان الخلايا بتبقى خلايا طويلة بتحمل اهداب على اطرافها وده بتبقى موجودة في بطانة القصبة الهوائية دي طبعا صور زي ما احنا معاودينكم في قناتنا التفاعلية ان احنا بنجيب لكم صور وفيديوهات علشان نسبة المعلومة في ازهان اه اعزاء الطلبة والطالبات هنا دي اشكال مختلفة للانسجة الطلائية البسيطة الحرشوفي البسيط المكعب العمودي اه دي كلها امثلة للانسجة الطلائية الايه البسيطة تعالوا بنا ناخد بقى الانسجة الطلائية المركبة بيتركب النسيج المركب من عدة طبقات بتبقى مرتبة في اكتر من طبقة بعضها بيكون فوق بعضك طبقة عليا وطبقة وسطة وطبقة سفلة وده بتبقى موجودة في بشرة الجلد بتاع الانسان هناخد منها انواع زي الحرشوفي الطبقي والحرشوفي الطبقي خلايا بتبقى مكعبة الشكل بتنشأ عنها خلايا بتتغير شكلها بسبب ضعف الخلايا المتكونة في اسفل فتصبح حرشوفية كلما بتعدت عن الطبقة المولدة النواة فيها بتكون بيضوية الشكل وغانية بالكروماتين والخلايا العليا بتبقى متعددة للأسطح ونواتها مستديرة بتبقى موجودة فين يا ولاد موجودة في الجلد وبطانة الجزء العلوي منين من المريض النوع الثاني اللي هو العمود الطبقي بيبقى عدد صفوف ايضا عشان كده سميناها طلاء مركب ترتكز على غشاء قاعدي وبيكون شكل الخلايا في الطبقة الخارجية بيكون عمودي وبيتواجد البعض بالبعض اهداب على الحفة للطبقة الخارجية عشان كده سميناها عمودي طبقي وشكل النواة ايضا بيكون مستدير زي اللي قابله في الطبقات القاعدية وبيضوية في الطبقات السطحية تبقى موجودة فين ركزوا عشان ممكن يجيلك اكمل في الامتحان تبقى موجودة في بطانة القنوات الافرازية والاعضاء الاخراجية وفي القناة الانفية الدمعية وبعض الاعضاء التناسلية النوع الثالث اللي هو المكعب الطبقي ده بتكون برضو من عدة طبقات من الخلايا بتوجد في الطبقة الداخلية بتبقى عمودية وقصيرة ومكعبة في الطبقات الايه الخارجية بتتكون الطبقات الوسطى من خلايا متعددة الاضلاع النواة ايضا بتكون مستديرة ومركزية وبتوجد مبطنة للقنوات الافرازية الكبيرة زي الغدد اللعبية والبنكرياس والغدد الدمعية النوع الرابع اللي هو الطلاقية المركبة المهدبة يعني زي النوع اللي فات بس بيكون عليه اهداب على الحفة الحرة للخلايا الطبقة الخارجية كما في الطلاقية المبطنة للوعاء الانسجة الطلاقية الانتقالية زي ما انا قلت لكم من شوية بتبقى موجودة بتبقى عبارة عن عدة صفوف من الخلايا المكعبة الزات القابلية للانقباط والانبساط يعني مرنة والخلايا الخارجية منها بتكون محدبة وبتكسر فيها المادة الخلاوية اللي احنا نقول عن الماتريكس اللي بتسمح بنزلاق الخلايا فوق بعضها اثناء عملية الايه الانقباط عندنا بقى تصنيفين للخلايا الطلاقية طبعا الوظيفة في نوع بنقول عليه الخلايا الطلاقية الواقية او اللي بتبقى مسؤولة عن حماية الانسجة اللي بتبطنها سواء كانت الانسجة من الخارج او الانسجة الخارجية زي طبعة الجلب او بتبطن الاعضاء الداخلية زي القناة الهضمية او المعدة او المريء او ايا كان الجزء اللي هي مسؤولة عن طبطينه دي بيبقى وظيفتها الحماية يبقى الحماية والوقاية الجسم وهي اعضاءه من هجوم الكائنات الايه المختلفة زي البكتيريا النوع التاني الطلاقية الغدية او الافرازية ودي بتبقى تؤدي وظيفة غدية او وظيفة افرازية هناخد بقى الانسجة الطلاقية بتنقسم الغدد ذات الافراز الخارجي والتي لها قنوات وبتشمل بقى اول حاجة غدد وحيدة الخلية يبقى انا عند نوعين نوع وحيد الخلية ونوع عديد الخلية وحيد الخلية ده بيبقى موجود في القنوات التنفسية النوع التاني اللي هو عديد الخلية دي بتبقى انبوبية او حوايصلية هناخد النوع الانبوبى الاول اللي هو البسيط دي ناخد الامثلة اللي عنده زي الغدد الانبوبية الملتفى دي بتبقى موجودة زي في الغدد العرقية في جلد الساديات والغدد الانبوبية المتفرعة دي بتبقى في معدة الساديات والغدد الانبوبية المركبة دي بتبقى موجودة في الكبد والغدد اللعبية هناخد النوع التاني اللي هي الغدد الحوايصلية بتشمل الغدد الحوايصلية البسيطة دي بتبقى موجودة في الغدد المخاطية في جلد الضفضعة والغدد الحويصلية المركبة بتبقى موجودة في الغدد المكافية والغدد السادية واخر نوع اللي هو الغدد اللمبوبية الحويصلية بدي بتبقى موجودة في غدد البنكرياس تعالوا بينا ناخد تاني نوع من الانسجة اللي احنا بنقول عليه النسيج الضام النسيج الضام يعني النسيج بيربط يعني بضم او بيربط اعضاء الجسم المختلفة للكان الحي ببعضها يبقى وظيفته الرب وايضا بيبقى وظيفته تدعيم جسم الكان اللي ايه الحي تعالوا بينا ناخد تعريشه بيشمل جزء كبير وهام من جسم الحيوان فهي بتكون الهيكل الاساسي لجسم الحيوان وبيعطيه الشكل المحدد وبيساعده ايضا على الحركة كما ان له دور في ربط الانسجة الاخرى ببعضها بتنشأ من طبقة ايه من طبقة الميزودرم ولا تستقر او ولا ترتكز على غشاء قاعدة ركزوا بقى في الحتة دي النسيج الطلاقي كان بيرتكز على غشاء قاعدة وبينشأ من ثلاث طبقات جنينية الاكتودرم والاندودرم والميزودرم بينما النسيج الضام لا يرتكز على غشاء قاعدة وينشأ من طبقة الميزودرم وعندنا في الصورة زي ما انتم شايفين ده شكل من او صور من صور النسيج الضام وحناخدها بالتفصيل انواع الانسيجة الضامة بتنقسم ليه تلات انواع على حسب المادة البين خلوية اللي موجودة بين خلايا النسيج اول نوع بنقول عليه الانسيجة الضامة الاصيلة بتنتشر بجميع اجزاء الجسم بتتماس بان المادة البين خلوية اللي هي الماتريكس بتكون عبارة عن مادة جيلاتينية بيشمل ايه؟ النسيج الضام الفجوي ده بيبقى موجود بين الجلد والعضلات وفي القناة الهضمية النوع التاني الانسيجة من الانسيجة الضامة الاصيلة اللي هو الضام الليفي ده بيوجد فيه الرابط والاوطار اللي بتربط العضلات بالهيكل العزمي والنوع التالت النسيج الضام المرن ده بيوجد فيه الشرايين والاوردة والرئتين والاربطة والنوع الرابع النسيج الضام الشبكي ده بيوجد فيه الطحال ونخاع العزام النوع الخامس اللي هو النسيج الضام المخاطي ده بيبقى موجود في الحبل الصوري والنوع السادس اللي هو النسيج الضام الدهني ده بيبقى موجود تحت الجلد وفيه اماكن تخزين الايه الدهون تعالوا بنا ناخد بعد كده الانسيج الضامة الهيكلية يتكون من عضلات او بالنسيج الهيكالي هو اللي بيربط جسم الكائن الحي بالعضلات وبيشمل العظام والغضريف وتتميز المادة البين خلوية في النسيج الضام الهيكالي بانها بتكون من النوع الايه من النوع الصلب وطبعا النسيج الضام الهيكالي حيشمل الغضريف والعظام هناخد اول حاجة الغضروف الغضروف عبارة عن نسيج ضام شبه صلب خلي بالكوا بقى يبقى الغضروف نسيج ضام شبه صلب العظام بقى هنبقى العكس بتاعها نسيج ضام بيبقى صلب شفاف وبتعرف منه عدة انواع من الغضريف في جسم الانسان هناخدهم بسرعة كده اللي هو الغضروف الزجاجي بيبقى القصب الهوائية وعند نهايات العظام الطويلة اتنين زي عزمة الفخز مثلا اتنين الغضروف اللي فيه بيوجد فيه الاقراس بين الفقرات تلاتة الغضروف المرن ده بيبقى موجود فيه صوان الاوزن وفيه الحاجز اللي كان فيه وربع نوع والاخير اللي هو الغضروف المتكلس وده بيبقى موجود فيه القص السيفي فيه الضفضعة النسيج الضم الهيكالي ايضا بيشمل العزم العزم فيه مين نوعين ياولاد فيه نوع كسيف ده بيتكون من صفاح عزمية منتظمة النوع التاني بيبقى اسفنجي بيتكون من كتل مستقلة من النسيج العزمي بيبقى موجود بينها مسافات وساعة علشان كده قلنا عليه نسيج اسفنجي والمسافات دي بتبقى مملوقة بين وخائل ايه العزم. تالت نوع من الانسجة الضامة اللي هو الانسجة الوعائية بتشمل ايه؟ بتشمل الدم واللمف وتتميز المادة اللي موجودة بين الخلايا بأنها سائلة يبقى فيه نوع جيلاتيني اللي هو النسيج الضامة الاصيل. فيه نوع هيكالي المادة الصلبة المادة البين خلوية بتبقى صلبة زي النسيج الهايكالي. النوع التالت اللي هو الوعائي المادة البين خلوية بتكون سائلة وبيتكون منها ايه؟ الدم واللمف اللي هو بنقول عليه جهاز الدوري. هناخد اول حاجة تعريف الدم. اه كميته في الانسان بتتراوح من خمسة الى ست لترات. بيتمثل حوالي تسعة في المية من وزن الجسم. بيحتوي عليه؟ بيحتوي على كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء وبلازمة الدم. يبقى تركيب الدم عندي تلات انواع كرات دم حمراء كرات دم بيضاء وبلازمة الدم وكل نوع من انواع الخلايا دي بيبقى الوظيفة معينة. وقلتلكوا الخلايا الكرات الدم الحمراء بتتميز انها عديمة النواع. اه بعد كده هناخد الانسجة اللمف. اللمف طبعا اه بيبقى اه بيتكون اثناء مرور الدم في الشعيرات الدموية. بيرشح سائل عديم اللون الى خارج الشعيرات. بيتكون هذا الرشح من كل مكونات بلازمة الدم في معدى البروتينات. يبقى الدم في بروتينات. بينما اللمف بيبقى عديم البروتينات. بيعمل هذا السائل كوسيط بين الدم وبين الانسجة اللي ايه اه اه المختلفة. خلي بالكم هنا طبعا ده وعاء دموي. موجود هنا كرات الدم البيضاء زي ما انتم شايفين على الصورة. وهي كرات الدم الحمراء. واده هنا بلازمة اه الدم. وهنا اللمف زي ما انتم شايفين بيرشح من الوعاء الدموي خلايا لنفاوية. وده وعاء بنقول عليه وعاء لنفاوي. هناخد بعد كده الانسجة العضلية. والانسجة العضلية يعني مسؤولة عن اه العضلات. اه بيشمل هذا النوع من الانسجة العضلات المنتشرة بالمنطق المختلفة بجسم الحيوان. تتكون من الالياف العضلية ذات القدرة على الانقباض والانبساط. وبيتوقف على كسافتها قوة الحيوان ومن انواعها تلات انواع. عندي تلات انواع من العضلات. عضلات مخططة بنقول عليها عضلات ارادية. وعضلات غير مخططة بنقول عليها عضلات لا ارادية. في نوع ثالث بيبقى اه مخطط ولا ارادى اللي احنا بنقول عليها عضلات اه القلب. الانسجة العصبية. النسج العصبي يعني مسؤول عن الإحساس في الكائن الحي تنشأ من طبقة الميزودرم تتكون هذه الأنسجة من خلايا عصبية أي غير متخصصة ويبقى وظيفتها الإحساس في جسم الكائن الحي وأيضا بتنشأ من طبقة الإكتودرم وهي المكونة للجهاز العصبي في الحيوانات المختلفة وطبعا في الصورة زي ما انتم شايفين ده تركيب الخلية العصبية هنا في نوافل منتصف وده جسم الخلية وهنا المحور وفي الآخر النهايات الطرفية وده خلية بنقول عليها خلية شوان خلي بالكم من تركيب الخلية العصبية هننتقل بقى بعد كده الجزء مهم جدا في حلقة اليوم اللي هو التصنيف والتسمية العلمية احنا خدنا في الحلقة الجزء الاول في البيولوجي اللي هو تصنيف الكائنات النباتية زي ما قلت لكم في بداية الحلقة كائنات وحيدة جير حقيقية النواة اللي هو البروكاريوتس وحقيقية النواة الايوكاريوتس هنا بقى في التصنيف بناخد علم التصنيف بيبقى مسؤول عن تعريف ووصف وتسمية الكائنات الحية بوجه عام وخلق نظام للتسمية العلمية لها ووضعها في مراتب تقسيمية متتالية اول عالم يا ولاد صنف الكائنات الحية الحيوانية هو العالم الاغريقي اللي احنا بنقول عليه ارستو وقام بعدة محاولات لتصنيف الحيوان اقسم الحيوانات لنوعين حيوانات ذات الدم الاحمر وفيه حيوانات او نوع تاني اللي هو حيوانات عديمة الدم او قسمها طبعا للبيئة اللي بتعيش فيها الحيوانات الى ثلاث انواع حيوانات ارضية يعني بتعيش على الارض حيوانات مائية بتعيش في الماء وحيوانات طائرة بنقول عليها حيوانات هوائية ايضا قسم الحيوانات تابعا لنوع الغذاء الى ثلاث انواع ايضا اكلات اللحوم زي الانسان مثلا اكلات النباتات واكلات اللحوم دي زي بنقول علي الحيوانات المفترسة اكلات النباتات واكلات اللحوم والنباتات زي الانسان في عالم بقى اللي هو قسم وضع تقسيم لعلم الحيوانات اللي هو احنا بنقول علي العالم جون راي قسم الحيوانات على اساس النوع وعرف النوع خلي بالكوا بقى من تعريف النوع اللي هو عبارة عن مجموعة من افراد الحيوانات المتطابقة شكلا يعني شكلها زي بعضها والتي تتناسل مع بعضها البعض ولكنها لا تستطيع مع مجموعة اخرى مختلفة عنها ان تتناسل وبتمثل نوع اخر ولكن اذا حدث اخصاب فان هذا يؤدي الى انتاج هجن عقيمة هناخد بعد كده تصنيف العالم السويدي اللي هو لنياس العالم ده اول من وضع اصص للتسمية العلمية المزدوجة والتسمية العلمية المزدوجة اولادي يعني بتشمل اسم الجنس واسم النوع اسم الجنس ده بيبدأ باسم الكائن الحي ده بيبدأ بحرف كابتل وحروف لاتينية طبعا واسم النوع ده بيبدأ بحرف سمول او بحرف صغير وعند كتابة اسم الكائن الحي لابد ان يتكون من مقطعين اسم الجنس واسم النوع بيضع تحته خط او بتكتب التسمية العلمية او الاسم العلمي بحروف مائلة ونديكم مثال طبعا لإسم العلمي للإنسان مثلا الإسم العلمي للإنسان بنقول عليه homo sapinos ده الإسم العلمي للإنسان طبعا أقول لكم أكيد مش تعرفوا الإسم العلمي للإنسان لو قلت homo sapinos في أي مكان في العالم هقولك ده الإسم العلمي للإنسان هنأخد بعد كده تعريف النوع النوع عبارة عن مجموعة من الحيوانات المتشابهة والتي تكون معزولة تكاثريا عن أي مجموعة أخرى وعلى هذا فقد تدرجة المراتب التقسيمية ركزوا بقى في الجزئية دي الأنواع المتشابهة التي تستطيع أن تتزاوج فيما بينها وتنتج أفراد خصبة بنحطها في نوع واحد والأنواع المتشابهة بنحطها تتبع جنس والجنس الأجناس المتشابهة بنحطها في عائلة والعائلة المتشابهة في الصفات بنضعها في مراتب بنقول عليها أو رتب بنقول عليها أوردر والرتب المتشابهة بنضعها في صفوف بنقول عليها كلاس والصفوف المتشابهة بنضعها في قبائل بنقول عليها فيلم أو فيلة والقبائل المتشابهة بتندرج تحت مملكة أو ساب كينجدام وكله بيبقى موجود تحت المملكة الحيوانية اللي هي كينجدام أنيماليا تعالوا بنا ناخد بقى تصنيف العالم السويدي لسا مستمرين معايزة ما قلت لكم من شوية هناخد بقى أول حاجة آآ اللي هي تحت مملكة الحيوانات الأولية من اسمها ساب كينجدام بروتوزوة يعني تحت مملكة الحيوانات الأولية يعني بتشمل على كل الحيوانات اللي هي وحيدة الخلية أو بنقول عليها اللا خلوية يعني جسم الحيوان فيها بيكون مكون من خلية واحدة أو كتلة بروتو بلازمية بتمارس كل مظاهر الحياة اللي هي التغذية والإحساس والحركة والنمو والتقاصر وكل المظاهر الحياة اللي احنا اخدناها قبل كده والأمثال اللي عد كتير جدا زي اليوجيلين الخضراء والأميبة المتطفلة وبلازموديا والمالاريا والبراميسيوم النوع الثاني اللي هي تحت مملكة أشباه البعديات اللي هي الإسفنديات وبنقول عليها بارة زوة ساب كينجدام بارة زوة بتشمل حيواني الإسفنج النوع الثالث اللي هي تحت مملكة البعديات اللي بنقول عليها عديدة الخلية اللي هي ساب كينجدام ميتة زوة بتشمل كل أفراد المملكة الحيوانية دي طبعا المراتب التقسيمية زي ما قلتلكوا الاسم القديم والاسم الجديد اللي هي كينجدام أنيماليا ساب كينجدام وبعدين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفات العامة أو المفرولوجية للأوليات اللي هي الشكل وكل نوع بيبقاله شكل محدد زي الحيوانات اللي بتسبح في الماء بيكون شكلها كروي بينما الأوليات اللي بتزحف على سطح الأرض بيكون شكلها مفلطح الشكل بعد كده الحجم كل نوع بيبقاله حجم معين وأصغر الأوليات حجما اللي هو الأسبوروزويت بيكون حجم أو طول 42 ماكرون وأكبرها اللي هو حيوان أولي بنقول عليه نيمولايت وده بيبلغ حوالي 19 سنطي العدد فيه أنواع كتيرة جدا أو عدد كتيرة جدا من الأوليات بتزيد عن 30 ألف نوع بعد كده فيه منها بيبقى حر المعيشة وفيه منها بيبقى متطفل داخل جسم الحيوان الموطن بتوجد في كل مناطق العالم والعادات فيه منها بيعيش انفرادي وفيه منها بيعيش متجمع وبعد كده الحركة بتنقسم إلى أربع أنواع على حسب الحركة الحركة الأميبية زي الأميبية الحركة الصوتية زي الطريب نسومة والحركة الهدبية زي البراميسيوم والحركة الدودية زي بلازموديوم المالاريا وكذلك اليوجيلينا يبقى احنا خدنا النهاردة أعزاء الطلبة والطالبات خدنا تصنيف المملكة الحيوانية وقلنا علم الحيوان بيختص بدراسة الكينات الحياة الحيوانية من حيث العادات ودورات الحياة والوظيفة وبعد كده خدنا تركيب الخلية الحيوانية وقلت لكم أن الخلية الحيوانية بتنقسم إلى جزئين جزء حي وجزء غير حي وبعد كده خدنا الأنسيجة الحيوانية قلنا فيه منها الأنسيجة الطلاعية والأنسيجة الضامة والأنسيجة الضامة الهيكلي والأنسيجة الضامة الوعائي وبعد كده تطرقنا إلى جزئية تصنيف الكينات الحية والأنسيج العصبي طبعا والأنسيج الهيكلي وتطرقنا بعد كده لتصنيف الكينات الحية المختلفة وقلنا رائد التصنيف اللي هو العالم أرستو والعالم جون راي وبكده أعزاء الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وال شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات قادمة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته